اشتركوا في القناة من ناحية التأكيد على شعارية الشاعر ولكن الموقف الإنساني الذي وقفه هذا الشاعر الذي سأذكره وهو زهير بن أبي سلمة حيث كانت القبائل العربية تقتتل فيما بينها قبل ظهور الإسلام ارهاصا بظهور الإسلام زهير بن أبي سلمة عبر عن هذا الهاجس الغامض بالدعوة إلى السلام بالدعوة إلى السلام ولكن دون جدوى ذلك لأن دعوة الشاعر بمفرده لا تلبها عادة ما لم يكن هناك صوت جماعي صوت يخترق الصمت يخترق الجدران يخترق الصحراء لنستجلي تجربتك مع التراث الشعري خاصة وأن البعض من القراء يأخذون عليكم أنتم أيها الشعراء لمجددون بأنكم تتخذون موقفا مناهضا ورافضا للتراث نعم مثل هذه الأقاويل كانت تقال في بداية الخمسينات أو في نهاية الأربعينات ولكنها اندحرت أمام الحقائق الشعرية التي تحققت يعني بالنسبة لي بالنسبة للسياب بشكل خاص يعني كنا نتوق ونحن نتواصل مع تراث الشعر العربي أن نضيف إضافة جديدة لأن الشعر هو عملية كتابه ومحو جسد لي هذا التصور يعني أذكر وأنا أكتب القصيدة العمودية كما تراها وأنت تقرأ ملائكة وشياطين كنت متمردا على القصيدة العمودية وأن كنت أصبح في بحرها يعني الرومانسية جاءت في هذا الديوان كما يسمونها بعد ذلك الرومانسية الوجودية أي رومانسية مبنية على واقع وليس على التخويم والخيالات أشعل في أصفاده النار وقال لسجون الأرض أن تنهار باح بسر حبه الفاجع للأمطار وعندما استشهد في هياكل النور وفي المعراج أودع في قصيدة رماده صار بريحا غامضا يزار